في عندنا كمان يعني كنوز مهمة زي الرمال السوداء زي الكوارتز زي السيليكون ومصر دخلت في هذه الصناعات دي صناعات مباشرة أكتر في المستقبل هنقدر نعتمد عليها؟ على سبيل المثال حدثك ذكرت السيليكون الرمال البيضاء الرمال البيضاء احنا عندنا صروات تتخطى لاثنين ونص مليار طن من الرمال البيضاء ايه اهمية الرمال البيضاء؟ بنصنع منها النهاردة الشراحي الإلكتروني لا يخلو اي شيء من وجود شريحة إلكترونية في قلبي تليفون موبايل فيه شريحة إلكترونية تليفزيون فيه شريحة إلكترونية تلاجة فيها شريحة إلكترونية العربية فيها شريحة إلكترونية ولهذا لما حصل مع أزمة كورونا ان مراكب الشحن اتأخرت شوية من تايوان لان تايوان محتكرة كانت الصناعة دي حصل ايه؟ حصل ان مصانع السيارات في أوروبا كلها وقفت كله تأخر فده بيخليني طب ما أنا ليه ما استغلش سروتي دي وأعمل يبقى فيه عندي مصنع للشراحة الإلكترونية أنا ليه ما استغلش ان أنا فيه عندي رمال سوداء فيها عناصر مهمة جدا نزال في الإسبار واليوراني وما خلافه تخلش في صناعات عديدة ليه أنا ما استغلعاش عندي؟ أنا ليه ما عملش مصانع بدل ما أنا بقى أصدر فوسفات خام ليه ما عملش مصانع لإنتاج حمض الفوسفوريك حمض الفوسفوريك ده قاعدة صناعية مفيش صناعة في العالم صناعات أدوية وصناعات كيميوية وحاجات زي كده مش داخل فيها حمض الفوسفوريك فلما عندوش مصنع لحمض الفوسفوريك ما عندوش صناعة حياة يعني لما النهاردة لما بنفتتح مصانع زي كده لما الرئيس بيفتتح مصنع الكوارتس في منطقة العين السخنة كل المصانع دي الهدف منها ايه؟ تعظيم القيمة المضافة مما لديك من صروات خلق فرص عمل في غاية الأهمية للمواطن المصري لأنها كلها فرص عمل على تكنولوجيات متقدمة بتوفري استيراد منتجات انت بتستوردها من الخارج بالعملة الصعبة بتخلاقي تصدير يوم يصل عندك التوافر اللي عملة الصعبة كل الأمور اللي هي ضغط علينا في آخر ثلاث سنين هيبقى في نتيجة طبعا هيبقى في نتيجة احنا النهاردة بنوعاني من الغلاء ماشي؟ لكن لا نوعاني من انعدام السفر بالضبط والحقيقة انه الحاجات دي كلها لو تم تعظمها زي يعني الصناعات دي لو استغلينا الرمال السودا والسيليكن والكوارتس واحنا ما دي هجب لنا عملة صعبة يعني ما ده اللي أنا بقوله القيمة المضاقفة هنا كبيرة ليست فقط ان انا ابيع ان انا انتج مادة خامة وباحة لا ان انا ادخلها في صناعات تحول ايه وده اهم هقولك على حاجة عارفة ايه مين صاحب اكبر مصنع نجف وكريستال على مستوى العالم؟ مين؟ كريستال عصفور نمرة واحدة على مستوى العالم ويصدر لجميع دول العالم والحقيقة فيه ثقة كبيرة فيه يعني في الدول كتير في الخليج لما بتروح بتشوف الشوروم بتاعت كريستال عصفور حاجة مهيبة كده واتخليك كمصري فخور ده مبني على ايه؟ على الرمال الميضاء المصري احنا عايزين بقى نعظم تخيالي لو انت عملت بقى مصانع مشابهة زي كده لبقية المواد الاخر فيعني فيه فرص كبيرة بس البنى صعب ومكلف كنت بشاهد خطاب للرئيس عبد الناصر سنة 62 او 63 فبيتكلم فيه على انه احنا الخيارات قدامنا صعبة هل نعمل مصانع ولا نستورد لحمة لان اللحمة غلية القصة دي سنة 63 من الستينات فقال انا اخترت ان احنا نبني مصانع وممكن نخف مثلا اكل اللحمة بدل ما هو سبعة يام في الاسبوع ونخليه أربعة يام في الاسبوع فهنا لابد يحصل فيه يعني شيء من الاستيعاب لاهمية كل الحاجات اللي بتتعمل لان هي كلها منظومات هترجع علينا هترجع علينا احنا كموطنين تخيالي لو انت ما عندكيش منظومة المباني السكنية اللي احنا قاعدين شغالين فيها بقى لنا 9 سنين 8 مليون عامل مصري كانوا يروعوا فينا مشكلة في ظل ايه في ظل توطر الاوضاع في العراق في ظل توطر الاوضاع في سوريا في ظل توطر الاعداء الاوضاع في ليبيا اللي هي كانت مناطق تمركز هذه العمالة ايدي عاملة مصري طيب 8-9 مليون دول كنت هتعمل فيهم ايه كنا هنلاقيهم بيشتغلوا ايه البطالة بقى ممكن تواجي الارهاب ارهاب ومخدرات وخطفة وسرقة وكل حاجة فانت بتفتحي يعني مشروعات الاسكان دي فيها 103 مهنة بتشتغل شرحوا لما بتيجي تشتغلي في مشروعات بترول في اي مكان كل المهن شغالة معاك لما بتشتغلي في مشروعات ابراج الاتصالات لما بتشتغلي في مشروعات بتاعة توساعة حضرتك فتحت لنا المواني ملفات مهمة كتيرة جدا لو اشتغلنا بدون كلل ولا ملل زي ما قال الرئيس النهاردة في الملفات دي بعد كم سنة احنا نبقى في حتة تانية لو تسمعيلي اقول حاجة كده سريعا دون الوقت انتهى في ليا حد قريبي كان بيقولي ان هو جمن العاشر راح لمكتبة مصر العامة اللي في الجيزة فبقوله يا يا ده مشوار جامد جدا ولقيت حتة تركن فيها قال لي والله يا قبيه انا نزلت ركبت القطار السريع من الشروق لغاية محطة عدلي منصور وبعدين نزلت ركبت المترو لغاية هناك والمشوار خد ساعة وتسكرتين قطر ومترو بعشرين جنيه يبا ليش لا انا بقيت سعيد جدا ان المشروع ده بقى له مردود بهذا المنظر واحد من المواطنين سهل حياتنا مفسوط منه لكن انت تخيالي منظر شرائين الحياة في مصر لو كل المشروعات اللي بتتعامل في مصر انا ما بتكلمش على المشروعات اللي بتعمل في القاهرة انا بتكلم على اللي بتعمل في سهاج واللي بتعمل في الجيزة ما ينفعش تبقى القاهرة بس هي وجهة كل المشروعات الحقيقة اش باشكر حضرتك كالدكتور قسيمة بجد نورتنا ودايما الحوار معك من المعلومات المدققة ورسم لصورة مشهد على أرض الواقع بطريقة موضوعية وعلمية ووقعية شكرا جزيلا لحضرتك بجد كل التحية والتقدير لتشريفك لنا النهاردة الدكتور أسامة كمال وزير البترول الأسبق نورتنا وأكيد هيكون لنا لقاءات أخرى اللقاء المرة تأخر شوية حضرتك تأخرت علينا شوية بس لازم يبقى لنا اللقاء سريعا إن شاء الله هي اللي حصل في مصر على مستوى قطاع البترول إنجاز عظيم كمية التفاصيل وتفاصيل التفاصيل اللي اسمعناها النهاردة بتأكد توفر أهم حاجة لأي عملية تطوير وهي الإرادة خلي بالك إنه نحن مكلم ناشى عن قطاع مهم قطاع البترول كمهيان طب يبقى الحلقة الجاي يبقى هو ده